مرحبا وكيف الحال؟ من أسوأ الأمراض والمعاناة اللي بعانيها الأشخاص هي المعاناة والأمراض الصامتة اللي بتتراكم مع الزمان في هذه الأمراض بكون الشخص بإيمانه ويقينه بأنه مع زيادة عمره بتزداد مسؤولياته وأحياناً همومه بتتناقص فيها صحته وبصير غافل أنه سبب إصابته بالمرض والتعب والهلاك هو أخطاء في تغذيته اليومية اللي تراكمها عم تسلب منه صحته وعافيته وأحياناً حياته غفلتك وإهمالك عن تغذيتك قد يدفعك لزيارة الطبيب تلو الآخر عمل الفحص والآخر تناول العلاج مع أو بعد الآخر كل ذلك عشان تحل مشاكلك قد تكون علاجها في حبة أفوغادو بحلقتنا لليوم رح نتناول موضوع عنصرين أساسيين في جسم الإنسان عنصر المغنيسيوم وابن عمه الكالسيوم هدول العنصرين المشتركين في أيوناتهم مشتركين في أهميتهم كلاهما يؤدي نقصهم إلى مشاكل في كل أعضاء وأجهزة جسمك الحيوية من عظامك إلى عضلاتك من دماغك إلى أعصابك بيأثر على عضلة القلب وبمنعك من نومك وقد يسلبك صحتك وحياتك خلينا نحكي عن كل ما يتعلق في العنصرين المغنيسيوم والكالسيوم أكيد أنت بتحضر صحة بلس مع سمارة وراجعين بعد الفاصل اشتركوا في القناة يمثل الكالسيوم والمغنيسيوم بالإضافة للفسفور أكثر العناصر توفراً في جسم الإنسان ويؤدي اتحاد هذه العناصر مع بعضها إلى كساب العظام لونها وشكلها وملمسها وقوتها المميزة والذي يؤدي نقص أي عنصر من هذه العناصر إلى فقدان العظم قوته وصلابته المعتادة بالإضافة إلى اختلالات وظيفية في الوظائف الحيوية للمختلف أعضاء جسم الإنسان يمثل الكالسيوم أكثر العناصر توفراً في جسم الإنسان فيبلغ وزن الكالسيوم تقريباً 1-2% من مجمل وزن الجسم يختزن 90% من الكالسيوم داخل العظام ثم يليه أكيد الفوسفور اللي تقريباً 80% منه مخزن أيضاً داخل العظام الفوسفور بالإضافة للكالسيوم مع اتحادهم بتكون عندك ريستالات العظام أكيد بمساعدة المغنيسيوم اللي بيمثل الترتيب الثالث من أكثر العناصر توفراً في جسم الإنسان يبلغ وزن المغنيسيوم في جسم الإنسان 30 جرام فقط 15 جرام منهم موجود داخل العظام بينما تتوزع باقي المغنيسيوم على كافة الأعضاء للقيام بوظائفه الحيوية اللي بيدعمها في جسم الإنسان فبدأت حلقتنا اليوم أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة اللي بنشره وما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس عشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطروا عبالي فكرة مفيدة لك وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك أكيد جي براء وألم وفنجان القهوة وقلينا نبلش بكل التفاصيل معلومة على الهامش يقوم بعض الأشخاص خطأا باستهلاك مكمل المغنيسيوم مع الوجبات أو استهلاك مكمل المغنيسيوم مع مكملات الكالسيوم والأمر اللي بيؤدي للأسف إلى عدم امتصاص الكالسيوم يعود ذلك لأن تعادل وتكافؤ جحنة المغنيسيوم والكالسيوم ولتنافس المغنيسيوم والكالسيوم على مستقبلات الامتصاص داخل الأمعاء وبالتالي استهلاكك للمغنيسيوم مع الوجبات يفقدك القدرة على امتصاص الكالسيوم ويؤدي إلى نقص الكالسيوم في جسمك وللأعراض السلبية لذلك يعتبر المغنيسيوم عنصر أساسي يجب استهلاكه يوميا وعلى الدوام فهو رغم احتواء الجسم على 30 جرام فقط منه إلا أنه 50% منه مسؤول عن بناء 3.5 كيلو جرام من العظم الموجود في جسم الإنسان واللي بيمثل 4.5% من وزن كتلة الإنسان يتوزع ما تبقى منه اللي بيمثل 49% على بقية أعضاء الجسم سواء كانت أنسجة، الكبد، العضلات بالإضافة لعضلة القلب بينما لا تتعدى كمية المغنيسيوم الموجود في الدورة الدموية وفي السوائل الجسم بشكل عام عن 1% الأمر اللي بيخلي فحص المغنيسيوم من خلال الدم غير دقيق وغير ممثل لكمية المغنيسيوم الموجودة في الجسم أما بخصوص وظائف المغنيسيوم فيعتبر المغنيسيوم مهم جدا في عمليات الحيوية داخل الخلايا وإذ يدخل المغنيسيوم في أكثر من 600 تفاعل داخل جسم الإنسان يعتبر المغنيسيوم ضروري جدا في عملية إنتاج واستخلاص الطاقة من البروتينات والدهون بالإضافة للنشويات بالإضافة لموجوده ومساعدته في عملية تصنيع البروتينات من الأحماض الأمينية لا يستطيع جسم الإنسان بناء عظام قوية بدون موجود المغنيسيوم اللي بيعمل على أيض كل من الكالسيوم والفسفور بالإضافة للفيتامين دال لذلك يساعد المغنيسيوم على حماية الأسنام من التسوس فهو يعمل على تثبيت الكالسيوم على قشرة المينة في الأسنام بالإضافة لدور المغنيسيوم اللي بتبادله مع الكالسيوم في عملية انقباض العضلات فيقوم الكالسيوم بتحفيز الانقباض بينما يقوم المغنيسيوم بتحفيز ومساعدة العضلات على الاسترخاء والعودة لطولها الطبيعي الأمر اللي بيخلي المغنيسيوم إليه دور أساسي في عملية وصحة عضلت القلب وتمدد وتوسع الأوعية الدموية بيّنت أحدث الدراسات علاقة وثيقة بين المغنيسيوم ومرض السكر النوع الثاني فبيّنت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالسكر النوع الثاني عادة ما بكونوا مصابين بانخفاض المغنيسيوم في الدم حيث توصل هذه النسبة إلى 48% من الأشخاص المصابين بالسكر النوع الثاني كما بيّنت دراسة أخرى علاقة وطيضة من كمية استهلاكك بالمغنيسيوم وأحتمال إصابتك في السكري فبيّنت أن الأشخاص اللي بيستهلكوا حاجتهم من المغنيسيوم بشكل يومي هم أقل عرض للإصابة بالسكري بما يعادل 47% ويعزى ذلك لقدرة المغنيسيوم على تقليل مقاومة الإنسورين وبالتالي تخفيض السكر في الدم الأمر اللي بنعكس على كتير من المظائف الحيوية في جسم الإنسان فبتحسن وظائف الدماغ بسبب انتظام السكر بالإضافة لشعور الشخص بالسعادة وتقليل احتباس السوائل المرتبط بارتفاع الدم كما يؤثر إيجابا على ضغط الدم كما بيّنت الدراسات علاقة استهلاك المغنيسيوم مع انخفاض مستوى الالتهابات في الجسم معلومة على الهامش رغم أهمية المغنيسيوم لجسم الإنسان إلا أنه 75% من الأشخاص ما بيستهلكوا حاجتهم اليومية من المغنيسيوم تبلغ حاجتك اليومية من المغنيسيوم 310 ميلي جرام للنساء بينما تبلغ 400 ميلي جرام للرجال يمكن استهلاك حاجتك اليومية من خلال استهلاك 6 حبات من الأفوغادو أو استهلاك 3 أكواب من السبانخ فقبل ما نتكلم عن أعراض نقص المغنيسيوم خلينا نتكلم عن سبب انخفاضه أساساً فاستهلاكك لحميات قليلة بالمغنيسيوم بالإضافة لسوء التغذية والإفراط في شرب المياه اللي بتأدي لزيادة التبول وتخلصك من المغنيسيوم في جسمك كلها أسباب بتأدي لنقصان المغنيسيوم بالإضافة إلى التقيق المستمر إن كان من خلال الحميات اللي فيها تقيق أو بسبب المرض بيأدي لخسارتك بالمغنيسيوم استهلاك الكحول بلا شك بيولد فقدان المغنيسيوم أما بما يتعلق بأعراض انخفاض المغنيسيوم فأولها الشعور بالتعب والإرهاق وعدم وجود طاقة في جسدك وذلك لدور المغنيسيوم في تخليص الطاقة من الدهون والبروتين والنشويات دور المغنيسيوم الأساسي في ارتخاء العضلات يؤدي أن فقدان المغنيسيوم في جسمك إلى تشنج العضلات بشكل عام وخصوصا عضلة الفخد أو البطة الساق عند السيدات ليلا أما بما يتعلق في عضلة القلب فنقصان المغنيسيوم بيأدي لتوتر عضلة القلب وزيادة نبضها والمشي اللي بيعمل تسارع في نبض عضلة القلب أما العرض الرابع فمشاكل في الأعصاب والنواقل العصبية الأمر اللي بيخلي في عندك خدران في الأطراف بالإضافة للإحباط الهديان وفي الأسوأ الحالات ممكن توصل المرحلة للغيبوبة بالإضافة للإمساك لأنه بنقص المغنيسيوم بتظلها عضلات القلب منقبضة الأمر اللي بيخلي حركة الدودية تتوقف في الأمعاء فبصير في عندنا إمساك مزمن أضف إلى ذلك الأرق وصعوبة الدخول في النوم فالمغنيسيوم ضروري لراحة الأعصاب حتتدخل بنومك وتنام النوم الهني أما العرض السابع فهو أكيد نقص الكالسيوم وهشاشة العظام وذلك لدور المغنيسيوم في عملية أيض الفيتامين دال اللي بيسرع من امتصاص الكالسيوم وبيساعد من دخول الكالسيوم أساسا إلى داخل العظام أما النقطة الثامنة فارتفاع ضغط الدم ويعود ذلك لزيادة سرعة ضربات القلب بالإضافة إلى التشنج الأوعية الدموية وعدم ارتخاءها ناهيك عن تراكم الكالسيوم في مكانه الخاطئ مش في العظام في الأوعية الدموية النقطة التاسعة زيادة مقامة الإنسولين وزيادة فرصتك بالإصابة بالسكري أما مصادر المغنيسيوم فرح نذكر الآن أفضل عشر مصادر من المغنيسيوم في بداية القائمة في عنا البذور زي بذور الكتان، بذور القرع، بذور البطيخ اللي بيحتوي 100 جرام منها على تقريبا 480 ميلي جرام من المغنيسيوم يلي المكسرات والكاكاو اللي بتشاركوا المرتبة الثانية فبيحتووا على 200 ميلي جرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام منهم في المرتبة الثالثة في عنا أكيد السبانخ والحمص بالإضافة للعدس فالكوب من كل واحد منهم بيحتوي على 120 ميلي جرام من المغنيسيوم الأفوغادو تحتوي الحب الواحدة على 60 ميلي جرام من المغنيسيوم بينما الزبادي الكوب يحتوي على 45 ميلي جرام من المغنيسيوم في دير القائمة في عنا اللحوم الحمراء ولحوم الأسماك اللي بتحتوي بشكل عام من 20 إلى 35 ميلي جرام من المغنيسيوم وهذا في 100 جرام من اللحوم معلومة على الهامش تعتبر القيم القصوى للمغنيسيوم والمنسموح باستهلاكها يوميا ب350 ميلي جرام في اليوم الواحد وفي حال استهلاك كميات عالية من المغنيسيوم وحصول تسمم بالمغنيسيوم بكون ذلك واضح من خلال تعرض الشخص للإسهال وهو أحد أهم دلاء التسمم المغنيسيوم الكالسيوم هو عنصر أساسي لجسم الإنسان بيحتاجه عشان يبقي على عظام قوية وأسنان قوية بالإضافة لدوره في دعم مضائف عضلة القلب ونبضها ونبض العضلات بشكل عام عند استهلاكك الكمية قليلة من الكالسيوم بيؤدي ذلك لزيادة خطورة إصابتك بترقق العظام بهشاشة العظام وأعراض انخفاض الكالسيوم في الدم طبعا إذا نتكلم عن فوائد الكالسيوم ففوائده كثيرة لكن نستطيع أن نلخص أهمها أول إشي دوره الأساسي هو الفوسفور على بناء كريستالات العظام والغضاريف بالإضافة للأسنان أضف إلى ذلك هو دوره المهم في تنظيم نقل الآيونات حول جدران الخلايا العصبية بالإضافة لدوره في تنظيم ضغط الدم بالإضافة لدوره المهم جدا في عملية تجلط الدم عند حدوث الإصابة بينما النقطة الخامسة دوره الأساسي في عملية انقباط كل العضلات في الجسم ومنها عضلة القلب أما النقطة السادسة فهو مسؤول عن إفراز بعض الإفرازات الهرمونية والأنزيمات مثل هرمون الإنسولين والأنزيمات الهاضمة بالإضافة للنواقل العصبية معلومة على الهامش تتفاوت قدرة الأشخاص على امتصاص الكالسيوم من حميتهم اليومية بناء على احتياجات أجسادهم فعادة بتكون كفاءة امتصاص الكالسيوم للبالغين بين 25 إلى 30% من مجمل ما تتناوله من الكالسيوم تبعك وتزداد قيمة وقدرة الامتصاص بناء على الظروف وعلى احتياجات الجسد فتصل قدرة الامتصاص للكالسيوم من الطعام للسيدة المرضع أو السيدة الحامل أو للطفل الرضيع تقريباً 60% من الكالسيوم الموجود في طعامه بينما الأطفال 35% من كمية الكالسيوم في حميتهم يتم امتصاصه ويبلغ عادة حاجة الإنسان للكالسيوم يومياً حسب التوصيات من بين 1000 إلى 1500 ميلي جرام من الكالسيوم يومياً تؤثر بعض الأمراض والظروف سلباً على كمية ومنسوب الكالسيوم داخل الجسم إما من خلال تعطيل قدرته على الامتصاص للكالسيوم في الأمعاء أو من خلال عدم قدرة الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم على حد سواء الشغلة الأساسية اللي ممكن تعمل على تبطال قدرة جسمك على امتصاص الكالسيوم هي الخضوع لعمليات التكميم وتحويل المسار اللي مش بس بتعطل امتصاص البوتاسيوم وإنما حتى الفيتامينات والمعادن الشغلة الثانية هي العمر فكلما زاد عمر الإنسان قلت كفاءته في امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الشغلة الثالثة بكل بساطة هي استهلاك حميات قليلة في المصدر من الكالسيوم رابعا استهلاك الخاطئ للمكملات مثل مكمل الماغنيسيوم اللي بتعارض مع امتصاص الكالسيوم بينما يؤدي الاستهلاك بعض الأدوية والعقاقير التي تمنع امتصاص الكالسيوم إلى هبوط الكالسيوم وأخيرا اضطرابات الهرمونات النسائية عند النساء قد تؤدي إلى عدم القدرة على الاحتفاظ بالكالسيوم أو امتصاصه ويمكن تتعرف إذا عندك نقص في الكالسيوم أو لا إذا كان عندك أحد الأعراض التالية واضحة فلأنه دور الكالسيوم أساسي في عمليات الأعصاب والأمليات العصبية فنقصان الكالسيوم هيأثر على وظائف الدماغ من تشويش التفكير والنسيان بالإضافة للإحباط والهلوسة والهديان هذا ما بتوقف على هيك فتأثيره على العضلات مع الأعصاب بيؤدي لرفرفة العين إضافة للخدران في الأيدي والأطراف الأرجل بالإضافة للوجه ممكن كمان يصير عندك شد عضلي بالإضافة لهشاشة العظام وسهولة كسرها أما بما يتعلق بأهم مصادر الكالسيوم فتتربع الأجبان على عرش أغنى الأطعمة بالكالسيوم فتحتوي 30 جرام من جبنة الشدر على 600 ميلي جرام من الكالسيوم اللي بيمثل 50% من حاشتك اليومية من هذا العنصر يلي سمك السردين اللي بيحتوي 100 جرام منه على تقريبا 350 ميلي جرام من الكالسيوم ثم الحليب واللبن والروب اللي بيحتوي الكوب الواحد منه على 300 ميلي جرام من الكالسيوم سمك السلمون المية جرام منه بيحتوي على 220 ميلي جرام من الكالسيوم ثم يلي السبانخ السبانخ فيه اشي غريب عليه انه اذا اخدت نص كوب من السبانخ فانت بتقدر تمتص اكتر منه فبيحتوي على 120 ميلي جرام من الكالسيوم بينما السبانخ الني بيحتوي فقط على 30 ميلي جرام ثم بعد ذلك اكيد البقوليات فمثلا بتحتوي الفاصولة البيضة على 80 ميلي جرام من الكالسيوم للكوب الواحد بينما تحتوي الكوب من البروكلي على 60 ميلي جرام اخيرا الفاكهة هي اقل مصادر الكالسيوم على الاطلاق فحبة التين الواحدة بتحتوي على 15 ميلي جرام من الكالسيوم معلومة على الهامش لعله من المهم انك تهتم للكالسيوم بالاضافة للتعرض لاشعة الشمس فيبلزمك لامتصاص الكالسيوم الفيتامين دال واللي بتحصله من خلال تعرضك لاشعة الشمس وغالبا ما يعاني الاشخاص اللي ما بتعرضوا لاشعة الشمس لانخفاض في الفايتامين دي وبالتالي انخفاض الكالسيوم فالكالسيوم يتم امتصاصه بمساعدة الفيتامين دال اللي بصنعه جسمك بالاساس وبنهاية حلقتنا اليوم اذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة اكيد خير والزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بانك تنضم لي القناة وتكبس على اشارة الجرس حتى تيجيك اول باول الاشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة اليك وما تبخل علينا بانك تعملنا لايك فاحنا بتشجيعك منستمر واكيد بدعوكم تتضموا لي عالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة سكيزوانت فاستنج بلنت وبتقدروا تتابعونا على الانستغرام والسنابشات وبشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاي ومع السلامة بامان الله باي